أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما بيانا أكد فيه ضرورة الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة والتحقيقات الوردة في الأكواد الإعلامية والمنشورة في الجريدة الرسمية والتي من بين بنودها عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات وعدم بث تفاصيل يمكن أن تؤثر على سير العدالة وأكد المجلس في بيانه على أهمية عدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد التأكد التام من دقة الخبر قبل نشره وكذلك مراعاة واحترام الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة وعدم نشر صور أو أسماء أقارب المشتبه بهم أو المتهمين كما أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على قيام لجان الرصد بدراسة حالات عدم الالتزام بالضوابط الواردة في الكود مشددا على اعتزام اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانونه بشأن حالات خرق الضوابط والمعايير شكرا 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 شكرا